افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجناح المصرية بالمنطقة الزرقاء وذلك خلال فعاليات مؤتمر كوف 27 وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثل الشركات المحلية والعالمية الرعية للجناح وأكد رئيس الوزراء أن الجناح سيشهد على مدار أيام المؤتمر عدة فعاليات لا تخص الحكومة فقط بل كافة الأطراف المعنية بقضية التغيرات المناخية وعرب مدبولي عن تطلعه بأن تسهم النقاشات الجادة والمشاركات الفاعلة التي ستتم بفعاليات الجناح المصري في إيجاد تصورات واضحة ومخرجات دقيقة تحقق إسهاما في خرطة الطريق التي تلتزم بها مصر خلال الفترة المقبلة في إطار تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة والتحول نحو الأخضر